لليوم الثالث على التوالي تقلق قوات الاحتلال المنافذ البرية أمام شاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاستفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من هناك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من العريش ورفح المجهودات المصرية لا تتوقف فيما يتعلق بها المفاوضات بشكل عام واستقبال جميع الأطراف هنا في الأراضي المصرية من أجل إحياء المفاوضات مرة أخرى وفي محاولة للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار لكن بالإضافة لهذه المفاوضات أيضا المجهودات الخاصة بالمساعدات الإنسانية ما زلت مستمرة منذ بدء العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة الشاحنات من ورائي تتكدس بالطبع هنا في العريش ورفح بسبب منع وعرقلة قوات الاحتلال لهذه الشاحنات من الدخول من بوابة معبر كرم أبو سالم بالطبع معبر رفح المصري يفتح بابه طوال الوقت وتتحرك هذه الشاحنات من العريش ورفح في اتجاه معبر رفح المصري وتذهب إلى معبر كرم أبو سالم تتسلم هذه الشاحنات الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا ليتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم وتعرقل دخولها في بعض الأحيان وحتى إذا دخلت إلى قطاع غزة تمنع دخولها إلى الشمال بشكل عام الأونروا صباح اليوم أعلنت عن أن قطاع غزة قارب على أبواب المجاعة قطاع غزة بالكامل كان تتحدث من قبل عن الشمال فقط اليوم قطاع غزة بالكامل أصبح على أبواب المجاعة نظرا لقل التدفق المساعدات حيث أنها يتم يعني منع هذه المساعدات ويتم وضعها في المخازن الخاصة بمعبر كرم أبو سالم أو أمام البوابة ولا تدخل على الإطلاق بالإضافة لذلك أيضا استمرار النهج الإسرائيلي أو نهج الخاص بقوات الاحتلال بالقصف المستمر لأباء مراكز الإيواء والمستشفيات وأيضا الأونروا التحدثت اليوم ويعني الفصائل المختلفة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت عن أن قوات الاحتلال أخرجت مستشفى كمال عدوان في الشمال من الخدمة تماما وأخرجت جميع المصابين واعتقلت كل من كان داخل هذه المستشفى بالطبع هذه الإجراءات بشكل عام جعلت أن دهجة قوات الاحتلال دمن خطة قد وضعتها لمحاولة الدهجير القصري للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة ومحاولة بعد تلك لدفعهم إلى الأراضي المصرية أو إلى خارج قطاع غزة لكن مصر أعلنت أكثر مرة أن هذا لن يحدث ولن تسمح بالتهجير القصري أيضا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يترك أرضه حسبما يعني رأينا في الأيام الماضية لذلك المجهودات المصرية بشكل عام للحفاظ على القضايا الفلسطينية مستمرة إما بالمفاوضات أو حتى الجزء الخاص بيئة المساعدات الإنسانية هذه هي الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى